نذكركم بس إيش المباريات الجاية للمنتخب راح نلعب يوم الخميس 11 نوفمبر المقبل يعني بعد شهر بعد شهر أو 29 يوم من الآن راح تلتقي السعودية مع أستراليا في أستراليا وبعد كذا راح نلعب مباراة مع فيتنام طبعا المباريات احنا لما قلت في أستراليا يعني هي في ملعب تحدده أستراليا يعني زي الصين ما تدوي منلعب ممكن في الصين لا ما أظن في الصين نلعب كفارة محايدة ما تدوي منلعب عمون فالخميس 11 نوفمبر أستراليا مع السعودية يوم الثلاثاء 16 نوفمبر يعني بعد أقل مني وحامي حامي ها فيتنام مع السعودية في فيتنام بعد كذا عندنا شهرين ما فيه ارتباطات راح نلعب مع عمان يوم 27 يناير الجاية وبعدها بأربع أيام نلعب الثلاثاء واحد فبراير نروح نلعب مع اليابان هل نلعب معهم في اليابان هل نلعب معهم في أرض محايدة الله أعلم اليابان في هذه التصفيات كلها على أرضها تلعب حتى اليوم بارت على أرضها فقط الصين والسراليا في الدور الأول مبارايتهم كانت على مدى محايدة وكانت في قطر لكن ما ندري لوقت المباريات أيها أمان ما أضمن كيف سيكون التقيمة الصحيح طيب اللي قال حالة حمرة حالة مدريش قفل طيب الثلاثاء واحد فبراير نلعب مع اليابان هذه المرحلة إيش اللي تعتبر السادسة الجولة السادسة نحن هنا أربع جولات نحن لعبنا الخامسة راح تكون استراليا وفياتنام نلعب معهم الجولة السادسة نلعب مع عمان يوم 27 يناير وبعد كذا نلعب يوم واحد فبراير مع اليابان والجولة السابعة والأخيرة راح تكون الصين مع السعودية ونلعب نختمها السعودية مع استراليا 29 مارس يا حلاوة تخيل عديش لا ما نبغى نستنى لإمبارات استراليا لا 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 نبغى نخلص ممكن في إمبارات عمان نخلص في إمبارات عمان 27 يناير احتفالية كبيرة كذا الله يعني وتلاقي الملعب مولع والمنصة مولعة والدنيا حلوة والفبروك للمنتخب السعودي